ده الكلام المقترح خلي أبدأ بالأستاذ صلاح لما أن حضلك من القائمين على إعداد هذا القانون إيه لدفعكم في المؤسسة لتقديم هذا المقترح على شكاوة من سيدات متضررات ولا محاولة لتحسين أوضاع المرأة في مصر فضل الفضل طبعا أنا شاكر للدعوة وفي البداية خالص بقول لكل سيدة كل ساون طيبين بمناسبة اليوم العالمي المرأة وفي الحقيقة السيدات اللي احنا بنتكلم عليهم دولا من اللي احنا طول الوقت عملينا تشدق بأن هي أمي وأختي وبنتي وفي نفس الوقت احنا بنقول لا يا جماعة احنا مش عايزين نديهم كل حق والأسف الشديد بنلاقي ستات كتير جدا بتوقف هي نفسها حجرة عصرة في تطور حقوق المرأة وفي تطور حصولها على حقها النبذة التاريخية بس عايزين نرجع لأول نشوف القانون اللي هو اللي ماشي حاليا دلوقتي بيتطبق علينا ايه هو القانون ايه هنلاقي قانون عام سنة 1920 ولزال لغاية دلوقتي الساري بالأسف يعني يعني مئة سنة عادت تقريبا والقوانين الأسرة يعني بتتعدل بشكل طفيف جدا اعتقد ان قاني الأوان ان احنا نبص على القانون الأسرة بشكل متكامل بمعنى ان احنا نعمل قانون كامل للأسرة بيدي كل الحقوق وكل الواجبات بتساوي بين الزوج والزوجة وطول الوقت بأهم حاجة عندنا هو المصلحة الفضل للأطفال وبالتالي بالتالي لان القانون ده مهم جدا هو يعني اللوبة الأساسية أو اللبن الأساسية في المجتمع وشوفنا الدستور دايما طول الوقت بيقول ان الأسرة أهم شيء في المجتمع المرجعيت تعتذب مشروع للقانون مرجعيته ايه؟ مواتيط حقوق الإنسان ولا الدستور والشريعة الإسلامية؟ الدستور، الشريعة الإسلامية، المواصيق العالمية والدولية لان يعني احنا بنتكلم دلوقتي مثلا عن السروة المشتركة زي ما احنا بتقول مثلا هنفترض ان في والا يعني شاب وشابة كان وزوهم لها في كلية واحدة والاتنين حبوا بعض وجوهم اتجوزوا تمام؟ الست خلفت فبالتالي هي قاعدة تربي الأولاد أول ما تزوجت هذا الشخص أو هذا الشاب اتجوزته وتعين في الدرجة الكامة تعين في الدرجة الثامنة مثلا أو السبعة معهش حاجة خالص تمام؟ هي طول الوقت تعملها ترعى على الأسرة وتخلي بالها من أولادها وتعمل في البيت ويجي من بره يلاقي الأكل بتاعه جاهز ويخش ينام وبعد بالليل ينزل يقعد على القهوة الكلام ده كله الست بتقدت ده أدوار تمام؟ في المنزل طب هي معها نفس تقريبا نفس الشهادة بتاعته لو هي اشتغلت هنبص لها هي كانت ممكن تتدرج وتبقى واكيلة وزارة ووي 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 طب هي قاصرت مصلحته ومصلحة أولاده قاعدت في البيت تمام؟ في الوقت ده هو قاعد 20 سنة 25 سنة مثلا تدرج في الوظائف أصبح مليونير أو أصبح صعب مصنع أو 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 بقى وزير أو ووكيل وزارة كون سروة السروة كلها بتتحطي باسمه هو تمام؟ الوقت ده كله المرأة هل هي ملهاش أي كيان؟ جت فجأة بص لقى نفسه أنه هو محتاج يغير الزوجة فقال خلاص أنا هتجوز واحدة تانية تمام؟ طيب انت ليك عندي حقوق إيه؟ المؤخر صداكك ألف جنيه ما منقل شين سنة؟ إنه مش تغير ده حق الشرع يا أزان؟ ما بقولش إنه هو ما يخدش حقه الشرعي أنا مش ضد الكلام ده ولكن أنا ضد الظلم اللي بيقع على المرأة تمام؟ هي دلوقتي مؤخر صداكها كام؟ ألف جنيه تفضلي ألف جنيه بتاعتك تمام؟ نجد إنه سيطر بتشوف هنا إنه زواجة التانية الظلم للمرأة؟ أكيد طبعا فيه جزء منه ظلم للمرأة لأنه كمان يعني طول الوقت إحنا بنقول إن الشرع الإسلامي بيدي كافة الحقوق بالتساوي بين الرجل والمرأة ما فيش حاجة بينه مختلافة وبالتالي وبالتالي هو إذا كان إداله حق إنه هو يتجاوز عليها إدالها هي كمان حقوق تأخذها تعويضا عن إنه هو ترقها أو تعويضا عن إنه هو تزوج عليها أخرى أو كلام منه خلينا في الصروة المشتركة إحنا دلوقتي بنتكلم فيها النهاردة جيه كرر إنه هو يطلقها طيب الست دي خلاص خمسة وعشرين سنة ولا هيبقى عندها فرصة الوظيفة محترمة ولا هيبقى عندها وظيفة إنه هي تعمل صروة ولا عندها ولا عندها ولا عندها ولا عندها فرصتها حتى في الزواج قلت يعني اتجاوزته عندها عشرين سنة النهاردة عندها خمسة واربعين سنة خمسة وخمسين سنة الفرص كلها اختلفت وبالتالي أصبح لو أنا مقدرتش كقوانين إن أنا عوضها عن هذه المدة يبقى أنا ينوض قانون ظالم وبالتالي أنا في الوقت دوا محتاج إن أنا لأ أعدل القوانين بخلاف الحقوق الشرعية والقانونية اللي القانون بيكفلها ليها هي المشكلة كلها إنه لو الحقوق حتى إحنا بنشوف إيه جاء جاء فترة من الفترات قالوا في حاجة سماها نفقت متعة تمام الليل تتروح بين سنة وسبع سنين تمام للأسف الشديد القضاء يعني يعني طول الوقت بيحاولوا إنه هم يعني ما يدلوهاش يعني بيبقى إيده مقفولة قوي وهو بيديه الحق دوا بنجد إن نفقة المواطعة مثلا حتى تلاتين ألف جنيه عشرين ألف جنيه في الزمن دوا للأسف ما عوضش الفترة اللي فاتت دي كلها فاقتصام الصروة إحنا ما بنقولش اقتصام الصروة بقانون وبالمستندات عشان كده عنا عايزين نغير القوانين ما هو القوانين دايما هي ناتجة عن احتياج المجتمع المجتمع محتاج قوانون عشان نفع صور معنى بتقسيم الصروة بتاعت الزوج بين الزوج والزوج اللي تكونت اللي تكونت بسبب ومناسبة الزواج يعني مش كل السروات يعني هو النهاردة هي ساعتته النهاردة إنه هو يبقى يعني هو يتجوزها عمل مصنع واشتغل وربنا فتح عليه فييجي يطلقها ويديها نص فلوس بالزبط كده بنشوف اقرار يعني اقرار الزمن المالية بتاعته لما تجوزها مثلا كان معاك تمام